دعونا نذهب يا حضرات من أهلي الجزيرة إلى ميلانو وينضمننا عبر سكايف النقد الرياضي لأستاذ أحمد صبري أستاذ أحمد صباح الفل على حضرتك وأهلا بيك معنا في عشر الصبح في الأهلي صباح الخير عليك وصباح الخير على كل سيدنا المشاهدين أهلا بيك الجو في إيطاليا عندك أخباره إيه؟ الدنيا لطيفة؟ والله الصبح بيبقى حر بحر جامل يعني ودرجة الحرارة ما بتقلش عن 33 أو 34 وساعة أكتر بالليل بيبقى الجو لطيف بس الرطوبة عليها على كل الأحوال بذلك إقامة سعيدة الفترة أنت هتكون موجودة لها هناك إحنا بقى عايزين نعرف منك أستاذ أحمد أهم المنشتات في كافة الصحف والمواقع الرياضية المختلفة وبصفة قصة العالمية منها كمان بص إحنا معنا يا كريم ممكن نبدأ كده مناقشة طبعا صباح الخير أستاذ أحمد خلينا نبدأ ببيتروكوفيتش طبعا وهو دلوقتي الحديث ضاير حول أنه هو الأقرب لتدريب منتخب مصر هل الكلام ده بنسبة كان في المية سليم وفي نفس الوقت برضو لأن لما طرح اسمه على الساحة بعض كان بيقولك لأ يعني ما هوش بيحمل السيفي الأروع أو الأفضل علشان أقدر أقول أنه هو يعني يدرب منتخب مصر مرة تانية يعني خليني أقول باختصار أستاذ أحمد فيه تخوفات فخلينا نعرف منك تفاصيل أكتر تفضل بالنسبة للنسبة هو واضح أن هو بقى قريب أو بقى المرشح الأول ولكن في النهاية احنا بعد اللي شفناه مع باولو سوزا لازم نستنى لحد آخر لحظة لأنه واضح أنه ممكن يحصل تغيرات في أي لحظة ما كانش حال تتخيل أعتقد أن باولو سوزا ما يجيش يعني وما يبقى شوه مدرب منتخب مصر كتبت للمؤشرات بتقول أن الاتفاق تم تقريبا فحثة أنه هو نقدر نقول أنه هو المرشح الأبرز دلوقتي لحد لما يتم الإعلان والتعاقب مع شكل رسمي بلاديمير مدرب كويس جدا درب هنا في إيطاليا ليه تجربة مع لاتسيو كانت تجربة نكحة جدا ما طولتش قوي بأنه هو جاله منتخب سويسرا وقال أنه هو يدرب منتخب سويسرا وساب لاتسيو مش هقول في نص الطريق ولكن كان بشكل مفاجئ شوية ما كانش فيه مقدمات قوي لفكرة رحيله هو كانت علاقته متوترة شوية بالإدارة فلما جانوا عرض سويسرا ده ساعدوا جدا أنه هو يمشي ويسي بلاديمير سويسرا في سويسرا وكان مستقر جدا هو مدرب المنتخب من سنة 2014 كان معهد في اليورو الإصطيخ شغل جدا عرض سويسرا أعتقد أنه هو تجربته مع سويسرا ومع أسيو هي تجارب نكحة جدا وتجارب مميزة هو شخصية قوية شخصية منظمة أعتقد أنه هو عنده عامل نجاح كتير النقطة الوحيدة بس أنه أنا مش عارف هو فكرة العيشة في غير أوروبا وفي دولة أخرى إحنا كان عندنا تجربة مثلا مع ريني فيلر في النادي الأهلي كان عنده مشكلة في رتم الحياة وفي العيشة في مصر وفي التعامل مع المنظومة الرياضية في مصر والتعامل مع ثقافة مختلفة عن الثقافة السويسرية الثقافة السويسرية تحديدا ثقافة صعبة شوية مش زي البرتغالية ولا الإيطالية بارنا وبتقدر تتعامل دي النقطة الوحيدة اللي ممكن يجب فيها شوية التخوف ولكن برضو إحنا كان عندنا تجارب تانية لسويسريين نكحة زي جروس مثلا مع الكرة المصرية فأعتقد أن دي حاجة الزمن هو اللي هيجاوب عليها شوية كلها يكون كلام نظري في انتظار التعاقد الرسمي زي ما كل الأنباء بتشير طيب أنا عايزة نروح معاك لنقطة وبردو نخش في تفاصيلها أكتر خاصة بهذا الخبر قبل ما انتقل الخبر اللي جاي فكرة هنا اعتذار برضو البورتغالي باولو سوزا أنا عايزة تفاصيل أكتر بينك يا أحمد لأن الحديث اللي داير إنه هو رفض بناء على مكالمة جدله من كراش وصى أو نصحه أنه هو ما يوافقش على تدريب منتخب مصر هل الكلام دا مظبوط ولا لا؟ خلينا نعرف منك واضح أن الكلام دا مظبوط جدا وأنا كنت مستغرب بصراحة لما الكلام كان على باولو سوزا كنت مستغرب أن يجي مدرب بورتغالي ومدرب مقرب على المستوى الشحصية من كارلوس كيروش في الأوقات اللي كان فيها الصراع عالي جدا ما بين كيروش وما بين اتحاد الكورة وكيروش ببعض الصحفيين رسائل بيهاجم فيها رسولين اتحاد الكورة وكتلى علاقات متوترة أنا بصراحة كنتم مستغرب أن باولو سوزا ممكن يتعامل مع المنظومة الشخص قريب ليه جدا وشخص هو بيصف فيه جدا وشخص هو بالنسباله مش هقول مسأل أعلى ولكن حاجة كبيرة في عالم كورة القدم بيشتكي منها أو بيقول أنه عنده مشاكل معها علشان كده أنا استغرب أصلا وجود باولو سوزا في المشهل أعتقد أن اللي حصل في الآخر دا هو الأكثر منطقية لأنه الطبيعي أنه لما حد يأخذ تجربة في مكان جديد الطبيعي أنه يحاول يشوف مين يعرفه بشكل شخصي بيصف في رأيه سليم لا يسأله فأعتقد أن اللي حصل دا هو بس حصل بشكل مفاجئ لأن كانت كلام اللي تقوله سوزا هيوسك في هذه الساعة كان واضح أنهم عدوا المرحلة دي ولكن واضح أن كارلو شكيروش اتكلم مع قوله سوزا أقنعه لهو ميتي ترى المنتخب بصري في الفصل والحقيقة أنا عن نفسي يا سوزا أحمد مستغرب أن أنت لسه بتستغرب من أغور متعلقة بالمنتخب وبالتحاد الكورة إليك طيب خلينا نعدل نعدل النقطة دي ونستغل فرصة أن أنت في ميلانو مش بقول تكون موجود في ميلانو ما نعرفش منك المستجدات في الدول الإيطالي وخصوصا أنه بقى فيه كلام يتقال مؤخرا عن احتمالية وجود مباراة فاصلة لتحديد البطل في حال تعادل فريقين في النقاط إلى أي درجة هذا الخبر صحيح خبر رسمي من المباراة خلاص المباراة كان فيه حاجة زي اسمها المجمس الفيدراني دي ده جزء من منظومة كرة القدم الإيطالية وأقره بشكل رسمي ونهائي بأن في حالة التعادل بعد كده ما بين فريقين في النقط مش حيتم اللجوء إلى قاعدة مجموعة المباراتين ولا فرق الأهداف ولكن حيتم تحتكام إلى مباراة فاصلة ما بين الفريقين الأجواء الكرة الإيطالية أجواء سخنة جدا الكرة الإيطالية عموما بدأت تتحرك خلال فترة لفاتت بعد سيطرة تم اليوفينتوس 9 سنين شاهدنا انتر بيكسب الدوري وبعد كده ميلا لستنا لفاتت لأول مرة من 11 سنة لكسب الدوري الكرة فيها تحرك كبير بدأ كمان يبقى فيه تحرك على مستوى الانتقالات يوفينتوس بعد مرتاعت سنتين ودي حاجة بالنسبة للجمهوري يوفينتوس كبيرة يعني لانتوس مش متعود انه هو يبعد سنتين او لو بعت سنتين بيدعم عن طول الدوري ده لازم يتبعه القلاب يعني هو عموما الكرة الإيطالية على مستوى المنتخب وعلى مستوى الفرق كمان مش زي زمان يعني مش بنفس قوة الفرق الإيطالية بتاعت زمان ولا منتخب إيطاليا زمان اللي كان بيبهر العالم كله في كل كاس عالم بيشاركو فيه صحيح مظبوط كرة الإيطالية بتعني من مشاكل كتيرة جدا هي ما عندهش مشكلة واحدة يعني ده مشكلة إدارية مشكلة تقديل عندها مشكلة اقتصادية ضخمة جدا عندهم أزلات مالية كبيرة جدا حتى مسؤولين الرياضة أو مسؤولين كرة الإيطالية حيث بهم متفرغين بالخلافات مع بعض والخنايات مع بعض ما بتشوف الاجتماعات بتاعت انفعار عمومية بتاعت ربطة الدور الإيطادي اللي يكونوا محتاجين ياخدوا قرار غالبا الاجتماع بيقعد بالثلاث والاربع ساعات في الآخر بيعلنوا تأجيلوا الاجتماع آخر لأنهم بيقعدوا الثلاث والاربع ساعات يختنقوا مع بعض ويختلفوا مع بعض في وجهات النطر وبيتشلوا في الوصول للقرار فالكرة الإيطالية بتعاني من غيابة تقطيل بتعاني من أزمة مالية واضحة جدا بتعاني على أزمة المنشآت يعني فيه تصريح لرئيس اتحاد الأوروبي لكرة القدم لما يبدأ كادم عن عملية منظيم بطولة الأمم الأوروبية خلال حكومة الإيطالية محتاجة تغير كتير جدا في الرياضية في إيطاليا لأن الملعب في إيطاليا ملعب قديمة جدا يعني أنا متذكر أنا من سنتين ثلاثة كنت في ملعب كييفو هو ملعب جيد لكن ملعب قديم لكن عشان أوضح لك قد إيه الصورة ممكن تكون محدش يتخيلها شعار كس العالم السكت لسه موجود على البوابات لكي تخيل قد جدا يعني إحنا مش الوحدين اللي بتحصل عندنا حاجات عجيبة لا خالص هم برضو هنا تعرف دائما نقول إحنا أن الإيطاليين قريبين صحافة الإيطالية صحافات غير قريبة بس ناحية الأوروبي صحيح أكثر شعب أوروبي قريب لنا فعلا شعب الإيطالي خلينا نروح معك برضو لأن أكيد أنا وكريم كنا قبل الهوى يعني بنتناقش في موضوع المركات وكنا عمليين نقول الأرقام وغيره فخلينا نعرف منك والأندية المختلفة وفي كذا اسمه برضو حابة أعرف منك بس خلينا نسمع منك الأول يا أحمد تفضل نتكلم عن البريكاتو لازم يعني أبرز حدث نتكلم عنه هو أن من حوالي ثلاث ساعات تقريبا أو أربع ساعات بالكتير لوكاكو وصل ميلانو لإتمام التعاقد مع إنتر ميلانو ده الحدث على مدار الثلاث أربع ساعات مسيطر على الإعلام الإيطالي وعلى السوشيال ميديا الإيطالية تصوير لوكاكو لوكاكو طبعا كان يدور كبير جدا في فوز إنتر ميلانو بالدوري الموسب قبل الماضي بعد غياب سنين طويلة جدا وبعد كده انتقل لتشيلسي بمية و 15 مليون كأغلى صفقة بيع في تاريخ إنتر ميلان ولكن الحاجة الغريبة جدا أنه هيعود للإعارة بصفقة تمامها حوالي 8 مليون يوار يعني هو ميشي بمية و 15 وهيرجع للإعارة ب 8 مليون صفقة بارزة جدا صحيح يوانتوس تبقى خلاص تبقى خطوات من اثناء التعاقد مع بول بوبا وأنخل إمارية الاثنين العيبة فري إضافة كبيرة جدا للفرقة لو أتم التعاقد معهم وخلاص كل المحشرة بتقول أن هم توسروا الاتفاق تم هم خلاص يعني تصوير أخير التفصل الإعلان الرسمي عن الصفقة ماسيميديانو قالي جري مدرب يوانتوس هيبدأ فترة الإعداد يوم 4 يوليو وكان طالب من الإدارة أن الصفقتين دول في ذات يخلصوا قبل بضعية فبرة الإعداد وأنه عايز اللي عادي تكون معاه من البداية ميلا عنده مشكلة ثانية هو أن الحد دلوقتي طوله مالديني وتسارة الكوادر الإدارية الكبيرة جدا اللي كانت لها دور رئيسي في فوز ميلا بالدوري بعد غاب سنين ثويرة لحد دوقتي لم يجددوش تعاقدهم مع النادي وواضح لها حسابات مختلفة محدش مهمها وبتتعرض لانتقادات شديدة جدا بسبب عدم حسم الملف ده اللي مؤثر على سوء الانتقراب للميلا بدأنا نشوف يوينتوس ناشط بدأنا نشوف إنتر راشط ولكن ميلا عند مشاكل واضحة جدا الرغم بطر الدوري البفروض أنه يعيش أفضل خطراته من سنين طويلة ولكن واضح أن هذا يمكن يتسبب في أزمة للفريق خلال فترة الإعداد وبداية المصر بالمناسبة إبراهيموفيتش وضعه في اللي يحصل هذا كله إبراهيموفيتش موجود إبراهيموفيتش موجود هم حارسين أنه يبقى موجود رغم أنه مصاب أغلب لوقت وإبراهيموفيتش عنده إصابة طويلة للفترة اللي فاتت تعرض الإصابة طويلة جدا حيطيب عنها فترة طويلة عن الملاعب ولكن هم مقمينا يقدروا إبراهيموفيتش دوره في غرف خلال الملابس أكثر من وضع فاني كان الدوري الذي كذبوه هو على مستقل فني وما كان مؤسر جدا مع الطريق ولكن ليه دور دايما في قط اللبس ليه دور قيادي ليه دور اللي بيقوم بيكلاعب على قربي بسلام رائع جدا أحمد احنا بنشكرك جدا ويعني سلمنيني على إيطاليا بقى من البلاد اللي بحبها جدا جدا بس عام روح روح بس يعني ميلان كمان بسمع نهاية من المدن الجميلة جدا شكرا لك يا أحمد جدا وكيد هنتواصل معاك مرة تانية